أهلا بكم من جديد إذن كما أشرنا سوشال ميديا والمنصات المختلفة وما تقدمه ونتحدث عن الحالة في فلسطين عن هذه المنصات المختلفة ودور المؤثرين كذلك خصوصا في الفترة الحالية ونحن نتحدث عن العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا إبراز الجوانب الإنسانية فيما يتعلق بالضحايا الفلسطينيين وحجم الدمار الكبير كذلك الذي تتعرض له المحافظات الجنوبية وما يحدث كذلك في محافظات الضفة مدينة القدس ودور أيضا المؤثرين هنا في إصار رسالتهم للعالم على الرغم من الحجب الكبير وربما هناك إشارات كثيرة خلال الفترة الماضية بأن هذه الرسائل التي تبث لم تصل كما كانت في سابق عهدها فيما يتعلق بفيديوهات أو حتى أي تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا المساء يسعدنا أن نرحب بي الدكتور محمد أبو الرب أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بيرزي دكتور أهلا ومرحبا بك أهلا ومعناك أهلا ومعناك أعطيكم الأهلا سؤالك مباشر تعني أن نبدأ به ما هو تقييمك منذ بداية الحرب حتى الآن فيما يتعلق بما قد ما من قبل المؤثرين والمؤثرات في فلسطين عبر منصات تواصل الاجتماعي المختلفة يعني خلينا نقول بداية أن شبكات التواصل الاجتماعي أعادت تشكيل المجتمعات أعادت تشكيل مداخل المعرفة لدى المجتمعات ومداخل الوعي لدى المجتمعات مداخل الوعي عند الناس إما التعليم والكتب والمثاقفة وإما وسائل الإعلام والتلفزيونات ومختلف وسائل الإعلام لكن السوشال ميديا اللي عملته سواء في الحرب على غزة أو في كل القضايا المجتمعية أنه يعطت المجال لتجاوز المؤسسات ولتجاوز السياسات تبعة الدول وفي العالم الغربي مثلا علاقات المصالح بين رجال الأعمال وبين لوبيات المصالح في أمريكا مثلا لهذا السبب وصلت الرسالة الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين بشكل أفضل في موجة الحرب الحالية مقارنة بالأحداث السابقة فخلينا نحكي أنه المحتوى الفلسطيني وسواء الذي أنتجته وسائل الإعلام أو الذي بث على منصات وسائل التواصل الاجتماعي سواء من المواطنين أو من النشطاء والمؤثرين كل ذلك ساعد في توفير ما الدخام مواد أولية ومصادر أساسية للمعلومات كان سهل عمليا إعادة ترجماتها للغات الأجنبية وبالتالي إيصالها للعالم رغم القيود المفروضة رغم القيود لأنه لو كانت مصادر التوزيع فقط فلسطينية لما وصلت الرسالة ولكن هذه الفيديوهات التي تلقفها النشطاء في بريطانيا وفي أمريكا في مختلف دول العالم أعادوا إنتاجها أعادوا التعليق عليها بلغاتهم بمنطلقاتهم هم وبالتالي التقييد بيكون على المحتوى الفلسطيني في الغالب لما يكون الـ IP أو الـ Domain تبع الموقع أو صفحة الفيسبوك هو من فلسطين لكن لما يكون من أمريكا من دول تانية فبتكون يعني بتقيود الرقابة إلى حد ما يعني أقل أقل تقييدا على اعتبار أنه هذه الدولة وهذه المدينة ما فيها تقييدات بالقدر الموجودة في دول العالم الثالث فمثلا تمويل منشور من فلسطين إلى أمريكا صعب ويستغرق يمكن أيام وساعات طويلة حتى يأخذ موافقة حتى يأخذ موافقة ولكن تمويل منشور دعم لفلسطين في أمريكا من ولاية لولاية من فيزا أمريكية يكون الموضوع أسهل ولهذا السبب يعني خلينا نحكي أنه كمان حجم العدوان وحجم الجرائم وحجم الإرهاب اللي حصل في قطاع غزة هو غير مسبوق أيضا من حج التدمير أنا توقف مع الولايات المتحدة ربما الأبناء الجالية الفلسطينية والنشطاء أيضا عبر منصات تواصل الاجتماعي المختلفة ساهموا بشكل كبير في نشر الرواية الفلسطينية وليس فقط حكرا على الولايات المتحدة ربما في المجتمعات الأخرى وهذا ما ساهم بشكل أو بآخر في أنه تغير الرأي العالمي سريعا إلى حد ما لا تحدث عن الأسبوع الأول كان كل التوجه باتجاه دولة الاحتلال ودعمها ولكن سرعان ما تغير وشاهدنا هذه المسارات الكبيرة العفوية وغيرها المنظمة التي خرجت داعمة لفلسطين هو صحيح لأنه كثافة النشر يعني إسرائيل ما كان عندها يعني في الأيام الأولى كان عندها كثافة نشر على اعتبار أنه قدمت نفسها قضاحية أحداث السابع من أكتوبر ولكن لاحقا يعني حجم اللي تعرضت له إسرائيل أو حجم المواجهة هي ليست كما يصورها مثلا بعض وسائل الإعلام الأجنبي بأنه جيش قبال جيش أو طرفين متساويات يعني بدأت السوشال ميديا تروج لعكس ما تقوله مثلا الفضائيات العالمية الكبرى التي تدعمها اللغة السهيوني بأنه في حجم من التدمير والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحدية كمان تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بحد ذاتها أتاحت مادة خام للنشطاء الأجانب لعادة إنتاجها وتسويقها باللغات الأجنبية فبالتالي لو ما كان في سوشال ميديا أنا قناعتي أنه ما كان وصلة الرسالة الفلسطينية ب هذا الشكل سوشال ميديا لعبة الدور كثافة النشر لعبة الدور وضخامة الحدث وحجم الإجرام والضحايا والعقاب الجماعي كمان هذا صدم العالم لأنه الناس تحدث الآن خفت وقعة الصدمة لما خف وقعة الصدمة تراجع التأييد تراجع النشر لأنه رأي العام متغير متقلب هذا اللي حصل واللي عم بيحصل وما نأمله أن لا يعتاد المتلقي أي أن كان جنسيته في أي بلد أن يعتاد هذا المشهد المستمر حتى الآن يعني من قبل الاحتلال بمجازر وحرب إبادة وما لذلك دعنا نتحدث عن بعض النماذج في المحافظة الجنوبية والتي بدأت منذ اليوم الأول للعدوان في التوثيق والنشر عبر المواقع والمنصات المختلفة وما أحدثته بالفعل من فارق كبير وكانت أو شكلت إلى أحد ما مع غياب الكاميرا أو صعوبة تواجد الكاميرا تلفزيونية شكلت مظراً للمعلومة يعني بعض المؤثرين والنشاطاء في قطاع غزة أصبح لديهم في إرضوء أيام قليلة متابعين أكثر من متابعين حساب الرئيس الأمريكي بايدن أكثر من متابعين لوسائل إعلام أجنبية يعني حينما تفرض مثلاً قناة فوكس تقييداً على المحتوى الفلسطيني أو تحرف الرواية الفلسطينية لصالح تقديم الاحتلال القضحية فيأتي نشطاء أمريكيون ينشرون مضامين فلسطينية تدعم فلسطين فهم يتجاوزون بذلك التقييدات التي حصلت الآن هذا كله ما كان ليصل لو لا فيه نشطاء ميدانيين وفيه صحفيين ميدانيين وثقوا هذه اللحظات فتوثيق اللحظة وإعادة نشرها هلأ مثلاً في حالة معتزل عزايزي مثلاً لأنه كان يجد اللغة الإنجليزية فهو حضية بنسبة متابعات أعلى لكن هناك مؤثرين مثل نشطاء مثل هيمة مثل فلان مثل كثير من الناس العاديين حتى ليس صحفيين ولكن لأنه كانت قصصهم ميداني بوثق حياة الناس معاناة الناس هم بين الناس فهذه الفيديوهات وصلت اليوم عم نشوف النموذج الثاني أنه نموذج النشطاء اللي أصبحوا يقدموا تبرعات ويجمعوا تبرعات اللي تقديمها للناس سواء تبرعات عينية أو بالأموال وتزلهم تبرعات من الخارج رغم غياب الرقابة على هذا النوع من الجمع التبرعات والأموال ولكن هؤلاء الناس أيضاً أصبح لديهم متابعون وأصبحوا مؤثرين وأصبحوا ينكلوا جانب من معاناة الناس الناس اللي عم تحكي من ثلاثة أيام الناس اللي خجلانة تلتقي أولادها عم تبعد عنهم عم بتروح البيت لما يناموا لأولاد لأنه فيش عندهم أكل مش قادرين يجاوبة على أسئلة أولادهم فأنسنت القصة الفلسطينية أنسنت المعاناة يعني هذا وفر محتوى متنوع يعني بمعنى أنه الأيام الأولى كان كل المشاهد القصف البباني اللي عم تنزل الناس اللي مختفية الناس اللي دخلت الشيك ومرجعتش طيب بعدين ما بعد ذلك القصف ضل بس معاناة الناس كصصهم كصص المعاناة الاختفاء الناس اللي تحت الضحايا الناس اللي كتبوا أسماء أولادهم على الحيطان أنه فلان وفلان هيهم تحت الأنقاض لحين ما يتم إمكانية استخراجهم فتفاصيل الحياة اليومية بالأمس أنا أعجبت مثلا بأحد المؤثرين اللي كان بيحكي عن الأطفال أنه هدول الأطفال زي أطفال العالم نازم يكونوا هلأ في المدارس ولكن لم يعد لديهم مدارس يعني القصة مش بس ضلت في سياق القصف وليس ضلت بسياق الخيمة كمان بسياق أحلام الناس طموحاتهم كيف توقفت الأطفال فهذا التنوع في المحتوى اللي كل يعني لازم يتم التركيز عليه أكتر واللي هذا يعني بشكل أو بآخر أنه الناس ما تزهاق القضية الفلسطينية الناس زهقت مثلا مشاهد القاصة في الضمار البكاء يعني أكتر مشاهد الناس زهكوا الرجال والنساء مثلا اللي يعبروا بلحظة ألم وحزن عن فقدان أحبتهم بس مش لازم الكاميرا ضل على هدول الكامير لازم ضل على ما بعدها كيف الحياة تغيّت كيف الأحلام توقفت أشرت إلى قضية الأنسنة وقضية مثلا التعليم أو غيرها من الجوانب المتعلقة بهم المواطنين من فقدوا منازلهم أو حتى رعاية صحية قضية تفصيلية بسيطة يعني تواجد بكثافة أو الاكتظاث في الخيام النازحين موضوع التجويع في الوقت الحل الذي يطفو على السطح بشكل كبير استهداف المؤثرين والمؤثرات في قطاع غزة والصحفيين والصحفيات منهم من كان صحفيا ومنهم من برز نجمه خلال فترة العدوان من قبل الاحتلال ليس ذلك دليل لأن هذا التوثيق فضح وعرّى الاحتلال ووزيف رواياته يعني بعض المؤثرين إما استشهد أو بعضهم لتلقى تهديدات بعضهم اتصلوا عليه ضباط في الاستخبارات وقالوا له هاي موقعك شوف الواتس أب نحن عارفين موقعك يبتهدى يبتم قصفك طبعا بعضهم لم ينفذ هذه التهديد ولكن هذه رسالة خفية بالتخويف لو لم يكن التوثيق اليومي لمعاناة الناس في غزة ناجح ومؤثر ليس فقط على شاشات التلفزيون والإذاعات وإنما أيضا على منصات التواصل الاجتماعي رغم التقييدات ورغم حذف المحتوى الفلسطيني يعني لما فيسبوك نفسه بيعترف بأنه بشهر أكتوبر وحده حذف أكثر من مليون منشور فلسطيني مؤيد لفلسطين يدعي بأنه تحريدي سواء على فيسبوك أو على انستجرام في المقابل نحن نحن نحكي عن حوالي 3 مليون منشور تحريضي إسرائيلي ولم تحذف أو أغلبها لم يحذف ولم يمس فالمنصات التواصل الاجتماعي رغم التقييد رغم المحاربة للمحتوى الفلسطيني والسياسة الخفية بالتقييد الخفي يعني اليوم هو ما بيحذف لك صفحتك مثلا صفحة تلفزيون فلسطين هو ما بيحذفها ولكن بيقيدها بيخلي الستة مليون اللي بتابعوها ما يشوفوهاش وهلأ بجوز كتير ناس عم بيسمعونا ببطل يشوفوا منشورات مثلا صفحة تلفزيون فلسطين مع العلم انه الصفحة مثلا بتسأل القائمين عليها بيقولك طب ليه عم بيتبينيش لانه فيش عليها تقييدات طب هي بطلة تبيني لانه فيسبوك بيقيدها المحتوى الفلسطيني كله يقيد صفحات إخبارية فلسطينية تم حذفها صفحات إخبارية لمؤسسات إعلامية خاصة تم حذفها حسابات توك توك لوسائل إعلام فلسطينية محلية تم حذفها فبالتالي هو في حرب على المحتوى الفلسطيني ولكن أنا باعتقادي أنه الفلسطيني مطلوب منه ينتج المحتوى ينتج المادة الخام يوثق هذه الأشياء وتقديم هذه المعلومات لنشطاء والمؤثرين الدعمين للقضية الفلسطينية حول العالم هم يتكفلوا بالتوزيع باللغات المختلفة نحن مطلوب منه نوثق سؤال كبير اليوم يطرح في ظل كثافة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الهواتف الذكية الموجودة معنا ربما بعضنا يحمل أكثر من هاتف اليوم أين شاشة العادية؟ أين محطات التلفزيون أمام هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة وهذا الضخ الكبير عمليا لمحطات التواصل الاجتماعي يعني الشاشة لم تختفي ولا تختفي بالعكس في كثير من الناس عم نسمعهم هلا عم بيسمعونا إيش شكل التنافس اليوم؟ في كثير من الناس هلا يمكن عم بيسمعونا وعم بيحضرونا بيحكوا أنه قبل أحداث السابع من أكتوبر والحرب على غزة ما كانوا يحضروا تلفزيونات كثير اضطروا يرجعوا ليشاهدوا التلفزيونات يعني بمعنى أو بآخر أنت ممكن تتابع فيديوهات كثير على التك توك على الفيسبوك على الإنستا ولكن بيضل في حنين للشاشة في رغبة أنك تحضر هذه الشاشة تشوف التحليل السياسي المحتوى الجدل المحتوى الرصين أنا باعتقادي أنه الشاشة وجودها أساسي لتقديم الرسالة والرواية خصوصا في حالة إعلام رسمي زي الإعلام الفلسطيني لأنه أنت بحاجة لمصادر أساسية لمصادر موثوقة السوشال ميديا على أهميتها وعلى تنوؤها بيضل في شك وخوف أنه بعض الفيديوهات وبعض الصور للأسف عم تنتشر مثلا من دول ثاني أو بعض الصور قديمي فإحنا لما نعيد نشرها إحنا أعطينا ذريعة لمنصات التواصل الاجتماعي ولو منصات عالمية تيجي تقول ثلثين المحتوى ونص المحتوى اللي عم ينشروها دول الناس هذا مش من فلسطين أو من سوريا أو قديم فلابد من ضوابط السوشال ميديا ما فيها ضوابط خصوصا في سياق المؤثرين وسياق المحتوى الأكثر رواجل نقطة تانية في لحظات الانفعال والألم والحزن العميق والشعور بالعجز عن القيام بفعل فالناس بتستسهل إحادة النشر دون ما تتحقق دون ما تتأكد ولهذا السبب البعد العاطفي اللي عم بيحكمنا في لحظة الانفعال وسرعة النشر دون تحقق هو اللي عم بيخلينا اليوم نعتاد وهذا اللي بتحكي استطلعت رأي حتى في أمريكا وفي دول تاني إنه قديش التعاطف مع فلسطين وصل إلى درجات غير مسبوقة في شهور 11 و12 وحتى في بعض دول عالم زي ألمانيا اللي بس 32-33% من الشباب راضي عن سياسات الحكومة الألمانية في دعم إسرائيل وفي جزء كبير من الشباب مش راضيين وليس كبار السن لأنه كبار السن في العالم في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا تحديدا هدول ترباية التلفزيونات ترباية السي أن أن وفوكس وبي بي سي وترباية التلفزيونات الألمانية اللي ملتزمي بقواعد النشر اللي بتراعي وبتأخذ بعالي اعتبار اللوب الصهيوني ومحاذير إسرائيل والخوفنا اللاسامية على العكس من السوشال ميديا اللي فجر كل هاي المعادلة ونسف سنوات طويلة من النشر اللي والرقابة اللي كانت تفرضها التلفزيونات الغربية بأنه يعني لاسامية وعداء يهود وكل هذا الكلام طب شو دخل هذا الكلام بأنك تقتل الأطفال وأنك تقطع المي عنهم وتهد البيوت فهذا العالم الناس بدأت تتساءل حول العالم وهذا اللي خلنا لحد الآن التظاهرات في دول زي إيطاليا وإسبانيا يعني لو نحكي إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي 25 مدينة لسه فيها مسيرات مؤيدة للقضية الفلسطينية فهذه التساؤلات مهمة نفكر فيها أنه نحافظ على التنوع في النشر لغايات أنه ما نخسر هذا التعاطف والتأييد الدولي والناس ما تعتاد في ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بالمؤثرين الفلسطينيين ومقابلهم الإسرائيليين أو من يقدمون محتوى دعاية إسرائيلية تزييف للحقائق والترويج لها بكل الأشكال وضخ الأموال تجنيج الأموال بشكل كبير لهذه الغاية لتحقيق هذا الهدف والاستعانة كذلك بمؤثرين عالميين أشخاص لهم سمعتهم وأسماء كبيرة على مستوى العالم إلى أي حد هنا تجد الفورك فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية وتأكيد عليها وحضورها شوف كل التقارير اللي رصدت وصول المحتوى الفلسطيني في مقابل وصول الداعم لإسرائيل وتحديدها على التوكتوك اليوم في تقارير دولية عم تحكي أنه إسرائيل خسرت حرب التوكتوك رغم تراجع التغريد ورغم أنه تكتوك مثلا غير خوارزميته رغم أنه إسرائيل استعانت بمؤثرين ودفعت لبعضهم ألاف الدولارات وبعضهم كمان أجبروا على إيقاف شركات تانية على وقف تعاقداتها مع بعض الإنفلونسر لأنه رفض يطلع بفيديوهات داعم لإسرائيل أو غرد بما يدعم فلسطين مع ذلك المحتوى الفلسطيني على تكتوك بحسب تقرير تكتوك نفسه خمسين ضعف أكتر وصوله من المحتوى الفلسطيني فبالتالي سيما حكينا إسرائيل كان عندها هامش الأسبوع الأول عشر أيام الأولى من أحداث السابع من أكتوبر اللي قدمت فيها روايتها وزيفت فيها بعض المعلومات للعلاقة بقتل الأطفال والنساء والاغتصاب وكل هذا القصص واللي بعدها نفسه وذيعت البي بي سي سي أن أن رجعت اعتذرت عن المقالات ووسائل الإعلام الدولية رجعت بعضها وتراجع وسأل عن المصادر وسألوا بايدن في مؤتمر صحفي والناطق باسم البيت الأبيض عن المصادر الآن توقف ما يسمى برواية إسرائيلية عند ذلك الحد لأنه بطل في ضخ يومي بالنسبة لهم الضخ اليومي الفائق كان عند الفلسطينيين اللي هو استمرار القصف العقاب الجماعي هدم المباني والمربعات السكنية هذا الشيء غير المسبوك ولهذا الأمر ساعد بأنه يوم عن يوم كان التعاطف مع الفلسطينيين يزيد بعد منتصف أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر مع بداية العام أغلب التقارير اليوم اللي تحكي عن استطلاعات الرأي بتقول أنه التأييد الفلسطيني والإسرائيلي تراجع شوي بس مش تراجع على صالح إسرائيل يعني تراجع على صالح فلسطين مثلا في أحد استطلاعات الرأي في أمريكا واحد ونصف في المية بينما إسرائيل تراجعت حوالي سبعة وثمانية بالمية فبالتالي الناس تعتاد طبيعي أنه الناس تعتاد أصلا مفهوم رأي العام هو مفهوم متغير الناس بتبدل قضايا واهتمامات طبيعي جدا إحنا عشان نحافظ على هذا رأي العام لازم ننوع في النشر لازم ننوع في توثيق قصص الناس ومعاناتهم اليومية في قطع غزة والآن سنة كما أشرت هي الضرورية والأساس فيما يتعلق بموضوع النشر شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو الرب أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بيرزيت على المشاركة معنا في حلقة هذا المساء من بيت للكل شكرا جزيلا لك نورتنا دكتور حالا